مرحبا طلاب هاي محاضرة اثنين بالفصل الرابع للتطبيق بسم الله اليوم عندنا موضوع اسمه ماكسويل والنظرية الكهرومغناطيسية يعني العالم ماكسويل هو صاحب النظرية الكهرومغناطيسية مالته فهو كأنه داي يقول لك ماكسويل ونظريته الكهرومغناطيسية تعالوا خلنتعرف عليها ماشي من الانجازات المهمة بالفيزياء بالقرن التاسع عشر يعني سنة الالف وثمانمية هو اكتشاف الموجات الكهرومغناطيسية يعني العالم ماكسويل اكتشف الموجات الكهرومغناطيسية بس طبعا مو ببعده هو اذا اكتشاف الموجات الكهرومغناطيسية اللي درسناها بالمحاضرة لقام واحد وشلون اتكونت وشلون وشنو هي ماهيتها زيان الناتجة عن الدراسات التي قام بها الكثير من العلماء يعني الموجات الكهرومغناطيسية اللي سماها ماكسويل بالموجات الكهرومغناطيسية هي ناتجة عن دراسات كثيرة قام بها العالم فارداي وأمبير وقاوس ذولا ما سامعين بيهم أنتو أمبير سامعين بي لكن قاوس ما سامعين بيه ذولا لهم مجال قوي جدا بالكهربائية زين أما فارداي له مجال قوي بالكهربائية والمغناطيسية يقول لك والتي سبقا تعرفت عليها نعوفها في دراستك السابقة يعني هاي بالرابع العلمي من هاي أخير فصل تقريبا إذ وجد بالتجربة بالتجارب لقو أن المجال المغناطيسي المتغير الذي يخترق موصل يولد قوة دافعة كهربائية محتثة بالنسبة لفارداي بالفصل الثاني يجعلني مو اكتشف فارداي إنه إذا عدنا حلقة موصلة وهذه الحلقة الموصلة راح أعرضها لمجال مغناطيسي متغير أو فيض مغناطيسي متغير فيض مغناطيسي متغير بالنسبة للزمن شي يصير تتولد قوة دافعة كهربائية محتثة تمام؟ تمام وكذلك هذا الشيء درسنا إحنا مو بس بالحلقة حتى بالملف الملف إذا عرضناه هذا هنا أنا مؤشر مثلا إذا عرضناه إلى ساق مغناطيسية هاي الساق المغناطيسية خطوطها تخترق هذا الملف فيتولد على طرفي الملف قوة دافعة كهربائية محتثة وينساب فيه تيار محتث زيان لازم ما ننسى إن شاء الله ما ناسين أنتو أنه السلك اللي ينساب بيه تيار الشيء يولد حوله يولد حوله مجال مغناطيسي تعالوا شوي خلي نتفاهم عنوكم طلاب أنا لو أكبر هذا السلك وأنظر له وأنظروا لما هي هذا السلك ماهيته أو شنو مكون من شحنات موجبة وسالبة ماشي خلي نقول هايش فرضا مكون من شحنات موجبة ماشي هذا السلك إذا أربط طرفيه إلى بطارية هاي البطارية وظيفتها دفع هاي الشحنات أوكي لأن هي عدها قوة دافعة هاي الشحنات مرة حتمر ماشي راح يتولد حيتولد تيار إذن التيار هو كمية الشحنات المتدفقة خلال وحدة الزمن المهم من حيتولد تيار زيان نحن قبل التيار هاي شحنات هاي شنية شحنات الشحنة الموجبة بالمحاضرة الأولى شقلنا عدها شنو مجال كهربائي صح؟ إذن مبدئيا خلينا نثبت هاي المعلومة التيار الكهربائي التيار الكهربائي شو يولد حوله؟ يولد حوله مجال الكهربائي استاذي معواد مغناطيسي أدري والله ما هو الأصل للأصل هو التيار الكهربائي مو شحنات التيار الكهربائي هو مو شحنات تتحرك كلا وحدة الزمن ايستال زيان الشحنة موعدها مجال كهربائي ايستال بما أنه هو شحنات إذن هو مجال كهربائي إذن التيار الكهربائي خلي نقول معلومة أنا أتفق عليها أحسن حتى ما تخربه نقول التيار الكهربائي يمتلك بالأصل يمتلك بالأصل لكننا ما حاجين عنها بالأصل إيش يمتلك التيار الكهربائي اللي هو يمتلك بالأصل مجال كهربائي لكن مهما ما ننوح عليها لأننا مهتمين بالمغناطيس يمتلك شنوى مجال كهربائي يقول لرمزة إي هينغترقها موحد زيان 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 نقلني بالمحاضرة الأولى أيضا الشحنة الكهربائية لما تتحرك لما تتحرك هي لما نواقف عندها مجال كهربائي هينغتر بيها سواء واقفة أو متحركة لكن لما تتحرك الشحنات المتحركة الشحنات المتحركة شو تولد حولها تولد حولها مجال مغناطيسي زيان أنا حغير هاي النقطة بلغة أخرى الشحنات المتحركة ش راح نسميها التيار الكهربائي صح؟ أكيد صح الشحنات المتحركة هي تيار كهربائي لعن نكمل شو يولد حوله يولد حوله مجال مغناطيسي بالإضافة إلى إيش بالإضافة إلى مجاله الكهربائي هو من ناكش عنده أصلا مجال كهربائي إذن طلابنا باختصار شديد هذا السلك الموصل من حينسابي تيار معين حيتولد حوله مجال كهربائي ومجال مغناطيسي أي تصدر عنه موجة كهرومغناطيسية تصدر عنه شنو؟ موجة كهرومغناطيسية مثل ما رسمناها بذيك المحاضرة تصدر عنه موجة كهرومغناطيسية بها مجال كهربائي ومغناطيسي المهم شنو اللي ريد أقوله خليني أفهمكم القصة المنزمة شنو سالفتها اللي قدامكم هسا هذا العنوان هذا العنوان مالكتاب ماشي أنا شو سوي نزلت شرح مالكتاب كما هو نزل شرح بعدين أستنبط من عند الأسئلة الوزارية فخليني أقرأ أنواعكم سوى شرح الكتاب وبعدين نشوف في الوزارة شون يجي السؤال شون يجي من عنده قلنا وجده بالتجربة اللي قوا بالتجارب اكتشفوا بالتجارب أن المجال المغناطيسي المتغير الذي يخترق موصل الفصل الثاني قلنا المجال المغناطيسي المتغير الذي يخترق موصل شي ولد قوة دافعة كهربائية محتثة إذن يولد قوة دافعة كهربائية محتثة على طرفي ذلك الموصل على طرفي مثلا ذلك الملف شو ولد المجال المغناطيسي المتغير شو ولد قوة دافعة كهربائية محتثة حلو وهذا ما يسمى بالحث الكهربائي المغناطيس وإحنا عرفناه بالفصل الثاني نقش جديد أوكي ويتولد مجال كهربائي متغير في الفضاء يولد مجالا المغناطيسيا المتغيرا عموديا عليه متفقا معه شنهاش دايحشون صلى على النبي يا بخلي نفرض هذا هو الساق الموصل ماشي إذا تعرض هذا الساق الموصل إلى مجال المغناطيسي متغير إذا تعرض لمجال مغناطيسي متغير بالنسبة لزمن أو يتعرض لفايض مغناطيسي متغير بالنسبة لزمن الطلاب اللي قارن فصل الثاني يعرفون أنه ستتولد على طرفي هذا الملف قوة دافعة كهربائية على طرفي هذا الملف تتولد إيه إنديكشن ماشي ماشي هاي القوة الدافعة الكهربائية إذا أنا سويت دائرة مقفلة بهذا الترتيب خصوصا بالموضوع اللي بالفصل الثاني القوة الدافعة الحركية أذكركم لما نجبنا مجال مغناطيسي منتظم نحو الداخل وحركنا عليه شنو حركنا عليه عموديا ساق موصلة وليست مغناطيسية موصلة حركناها بسرعة V هاي الساق الموصلة المجال المغناطيسي هذا مادام هي تحركت أصبح المجال المغناطيسي متغير اللي يخترقها ففصلة الشحنات الموجبة عن السالبة فتكون هنا جهد موجب وهنا جهد سالب معناها ش تولد هنا فرقا في الجهد اللي يذكرون فرق الجهد هذا سمينا Emotional قوة دافعة كهربائية حركية صح صحية وإذا ما تم جعل هذه الساق إذا خلينا هاي الساق جزء من دائرة كهربائية مقفلة تذكرون بشكل حرف U مصحيح بما أنه أكو فرق جهد على طرفي هذا الساق بما أنه أكو فرق جهد على طرفي هذا الساق هذا هو فرق الجهد صلوا عن نبي إحنا حسب قانون أوم تيار الكهربائي يساوي فرق الجهد على المقاومة صحيح يعني التيار ما ينساب إذا ما أكو فرق جهد خلال المقاومة هي موجودة دائما بالدائرة الكهربائية لازم لأن كل دائرة كهربائية لهذا مقاومة يسمها مقاومة الدائرة المهم بما أنه هذا المسار مغلق وأنه أكو فرق جهد سوف ينساب تيار في هذه الدائرة تيار محتث زينا نهستوني مهيدة لكم أنه التيار شي يولد أو التيار يمتلك مجال كهربائي شي يولد بالجديد يولد مجال مغناطيسي صلوا عنا بيعدنا معلومات كل شي مهمة هنا تخلي شوية ركز عليها حتى وأنا كليشة دائما أحتيها لطلاب أقولهم من ركز في موضوع معين حيخدمنا بالورا والورا ومن ركز بفصل معين حيخدمنا بالورا والورا فإحنا إذا ركزنا على هذا الموضوع حاليا اللي أنا هسه إذا أشتغله أكيد رح يخدمنا أنا متأكد أني نعرف هذا الشي رح يخدمنا بالجايات فركزوا ويا يا عافية خلي نجيب القصة من ساسة المنطقة هاي هي منطقة مجال مغناطيسي متغيض شي يولد يولد على طرفي الساق فرقا في الجهد فرق الجهد هذا شنسميه قوة دافعة كهربائية زين هاي القوة الدافعة الكهربائية حتكون مسؤولة عن توليد شنو فرق الجهد على المقاومة وبما أنه هي تعتبر فرق الجهد إذن emotional على إذن هي مسؤولة عن توليد تيار أوكي قول استاذ هي مسؤولة عن توليد تيار قول تولد تيار يا رشتري القول التيار هاذ مرح ينساب طلابنا هو شنو حقيقته حقيقته شحنات زين شحنات ثابتة لو متحركة طبعا متحركة وانا تيار يجي من الشحنات ثابتة إذن هذا التيار شحيولد شعنده هو أصلا صلوا عن النبي بما أنه هو عبارة عن شحنات تحرك سواء كانت موجبة أو سالبة إذن هو رح يولد لمجال كهربائي متغير بالنسبة للزمن ماشي هذا المجال الكهربائي هام رح يولد بطريقة حيولد مجال مغناطيسي متغير بالنسبة للزمن هاي معلومات كلش مهمة كلش مهمة تبقصة اللي أنا حجيتها هسه هاي شوفوا شو رح ألمي لكم إياها بس كون تركيز عافية بسم الله يابا الأساس كلية أنه جبنا مجال مغناطيسي متغير بالنسبة للزمن أوكي شي سوي يخترق شنو موصل خلينا يخترق موصل شو ولد به ولد به قوة دافعة كهربائية محتثة على طرفي ذلك الموصل صح والتي بدورها ولد التيار محتث إذا كان ذلك الموصل جزء من دائرة كهربائية مقفلة هذا التيار المحتث هو عدة مجال كهربائي بس لأنه تيار وشحنا تتحرك فمجال كهربائي متغير بالنسبة للزمن وهذا بدوره يولد مجال مغناطيسي متغير بالنسبة للزمن يعني جابنا القصة وكاننا قانون حفظ الطاقة شوف رجع عنا العصل والفصل زين لحد هنا تعالي خلن نقرأ المكتوب إذن وجد بالتجربة إن المجال المغناطيسي تعالي خلوها قدامكم القصة كلها إن المجال المغناطيسي ضعو يمي إن المجال المغناطيسي المتغير الذي يخترق موصل يولد به قوة دافعة كهربائية على طرفي ذلك الموصل وهذا ما يسمى بالحث الكهرباء المغناطيسي ويتولد مجال كهربائي من عده طبعا تيار بعدين يتولد مجال كهربائي في الفضاء هذا المجال الكهربائي يولد مجالها المغناطيسي متغيرا عموديا عليه ومتفقا معه في الطور شنو يعني عموديا عليه متفقا معه في الطور الرسمي اللي رسمتني كيام المحاضرة الأولى مجال الكهربائي يتذبذب مو بس هو ببحده منه يذبذب ويا يذبذب ويا مجال مغناطيسي أسف أحمكم القصة من الرسم يبين مجال مجال كهربائي متغير مع الزمن ومجال مغناطيسي متغير أيضا مع الزمن زين هاي الموجه كلها سميناها موجه كهربائي مغناطيسي المهم نحن نقرأ مجال المغناطيسي المتغير عموديا عليهم متفقا معه في الطور طلا بذور متفقين في الطور يعني في الحركة والعكس صحيح شنو العكس صحيح يعني المجال المغناطيسي المتغير شي يولد مجال كهربائي متغير المجال كهربائي المتغير شي يولد مجال المغناطيسي المتغير المجال يولد اللاق حتى ما تنتهي الموجة يظل مستمرة بالانتشار استنادا الى هذه الحقائق تمكن عالم الفيزياء ماكسويل عام 1860 تمكن من ايش؟ من ربط الحقائق الخاصة بالكهرباء او من ربط القوانين الخاصة بالمجالات الكهربائية والمغناطيسية والذي عبر عنها الحقائق الاتية فهمكم هاي الكليشي ترى الحجي اللي حجينا قبل شوي هنا هو حجي يتقاسم الكهرباء والمغناطيسية بالتساوي لانه اللي تحركن هنه شحنات كهربائية ولدن مجال مغناطيس وكهرباء فمعناها الحجي هنا هنه هو خلطة مال الكهرباء والمغناطيس من خلال هاي الهوسة العالم ماكسويل دمج الحجي الخاص بالمجالات الكهربائية والمجالات المغناطيسية وعبر عنها بالنقاط الآتية طلابي هسه اول شي بهاي المحاضرة هسه اول شي مطلو مع تكون به المحاضرة هو هاذا إذن الآن لحد الآن اللي شرحناه سنخلص الى ما يلي واحد منه دايحك ماكسويل ايج داي يقول يقول الشوحنة الكهربائية شنوى لاحد ينسى الشوحنة كهربائية يابا افتهمنا ماكسويلا معود لا قال لا شوحنة كهربائية درباركم يعني مؤنتم رات تقري مثل الى يعني الاثول يا طالبنا العزيز شوحنة كهربائية ترده احتي ايش بيها قال النقاطية الساكه النقاطية عن الزغيرونة الساكنة يعني الواقفة تمام شبيهة بالفضاء الواقفة بالفضاء تولد حولها مجالا كهربائيا تنبع خطوطه من او الى موقع تلك الشوحنة افهمكم العبارة طالبنا احنا الشوحنة النقاطية اذا موجبه خطوط المجال الكهربائي مالته تطلع منه هاي قاعدة ثابتة مو ملاحظة خطوط المجال الكهربائي اللي تطلع من الشوحنة الموجبة تكون نحو الخارج بينما لو كانت الشوحنة النقاطية سالبة فان خطوط المجال الكهربائي تدخل اليها هاي قاعدة ثابتة بما انه هي سالبة عكس الموجبة اذا كل شي بالعكس في الكلام هناش قد دقيق قال الشوحنة الكهربائية النقاطية الساكنة ما قال شنو نوعها في الفضاء تولد حولها مجال كهربائي يابا مجال كهربائي اللي برا لو يجوا قال والله انا ما حددت الشوحنة لذلك راح اقول لك هناك كلام بشكل عام تولد حولها مجال كهربائي تنبع خطوطه من او الى شوفوا من او الى موقع تلك الشوحنة يعني اذا كانت موجبة فالمجال كهربائي يطلع منه من موقعها ولو كانت سالبة الى اليها يعني الى موقعها فالكلام كلش دقيق وحلو هنا اذا تولد حولها مجال كهربائي تنبع خطوطه من موقعها او الى موقعها ليش قالوا او لانه هي احتمال موجبة واحتمال سالبة كلام كلش دقيق اشتيدك القاعدة الثانية اللي قالها ماكسويل قال اخوان ايسو ترى لا يتوافر قطب مغناطيسي منفرد انسي ما تحصل على قطب مثل بمانتدك طول عonia تقدر تحصل على شحنة موجة leading with a but a but you can't att cust on the présentage Asif ما تقدر تحصل على قطب مغناطيسي منفرد سواء شماليه او جنوبي ليش لانها خطوط المجال المغناطيسي تكون مقفلة من الشمالي الى الجنو they tend to stone اذا لا يتوافر قطب مغناطيسي منفرد لذا فانها خطوط المجال المغناطيسي تكون مغلقة مغلقة النقطة الثالثة التي نشرح به قبل المجال الكهربائي المتغير مع الزمن المجال الكهربائي المتغير مع الزمن يولد حوله مجال مغناطيسي متغير مع الزمن حلو ولا عكسه صحيح شوفوا نقطتين غير سهلات هذا يولد هذا وهذا يولد هذا المجال الكهربائي المتغير مع الزمن يولد حوله مجالا مغناطيسيا هذا يولد هذا متغيرا مع الزمن وعموديا عليه ومتفقا معه في الطبق شون يعني مثلا إذا عدنا هذا السلك يمشي به تيار خلاص طلابي اخذوها قاعدة من عندي التيار ثقوا بالله هو نفسه مجال كهربائي ما أردأ وضحكم الكهربائي شون مرسوم حوله هو تيار كهربائي يعني وياه مجال كهربائي ويا وياه لأنه المجال الكهربائي طلابنا ينبع من الموجب إلى السالب يعني ها شحنه موجب ها شحنه سالب ينبع من الموجب إلى السالب فيكون المجال الكهربائي بخط مستقيم أفهمكم أكثر يعني ذا عندي بطارية وهي اللي دفعت هذا التيار من الموجب للسالب هذا معناه أنه خطوط المجال الكهربائي تنبع من الموجب إلى السالب إذا من واحد يقل إستاذ وين المجال الكهربائي بهاي الدائرة بهذا التيار انت مو قلة التيار يرافق مجال كهربائي مو بسم مغناطيسي إيه اتجاه التيار هو هو نفس اتجاه المجال أصلا إذا يامجال الكهربائي بينما المغناطيسي فيتولد حول الكهربائي يتولد حول الكهربائي من يخضر هس هذا الليبي الأخضر شنوه مجال مغناطيسي زين والكهربائي وينه هو هو نفس التيار الكهربائي نفس اتجاهه هو المجال الكهربائي انا مداخر بوتره اذا هذا عدكم الليبي الأحمر منه مجال كهربائي شو والد حوله مجالا مغناطيسيا متغير مع الزمن ومتفقا معه في الطور وعموديا عليه شوفوا موية مو بموازاته وانه ما عمودي عليهم بقاء وصعد فوق ينزل خلوا بقالكم يمي المجال المغناطيسي شبيه عمودي وكأنه هذا هو المجال المغناطيسي دوائر تمام خنقول انه حلقة والكهربائي وينه هي هاته الكهربائي وصلت الفكرة اذا هذا التيار كهربائي او المجال الكهربائي يولد حوله مجال مغناطيسي عموديا عليهم متفقا معه في الطور النقطة الثانية هي بس عكسوا النقطة الاولى المجال المغناطيسي المتغير مع الزمن يولد حوله مجالا كهربائيا متغيرا مع الزمن وعموديا عليهم متفقا معه في الطور الكتاب رسمي لكم بهذه الرسومات البسيطة قال اذا هذا مجال كهربائي هايابي شي ولد حوله مجال مغناطيسي واذا هذا مجال مغناطيسي شي ولد حوله مجال حتي يوضح لكم الفكرة ببساطة كهربائي انا اسف مبينة تياتي اعيدها مره الوخ الكتاب موضحه قال اذا هذا مجال كهربائي فيولد حوله ايش مجال مغناطيسي واذا هذا مجال مغناطيسي يولد حوله مجال كهربائي وهكذا حده تصير بسيطة وهذا هو الرسم ما لا فيه لحد الان هس المطلوب منعتكم شوفوا كررتها السؤال 2015 طلاب من اكتب سنة وزارية يعني مو معناها هو بس اجاب هاي السنة بس سنة مارد اكتبه هاي سنين خلاص سنة واحدة كافية للدلالة على انه هو وزاري مهم كلش لجماعة التطبيقي هي هذا فصل التطبيقي فصل رابع هذا ما الحقائق التي تمكن من خلالها العالم ماكسويل من ربط الحقائق او القوانين الخاصة بالمجالات نقاط الكهربائي والمغناطيسية شنو الحقائق اللي قالها واللي عن طريقها هو كان ديقصد ربط الحقائق ما العفو سوال في الكهرباء والمغناطيس هذاني نقاط الارواح كلش مهمة ماشي اذا حلقتنا اليوم هذا اول سؤال بيها مطلوب ماشي خلصت صفحة اثنية صفحة ثلاثة نكمل الشرح ملاحظة استنتج العالم ماكسويل ان المجالين الكهربائي والمغناطيسي المتغيرين مع الزمن اللي قلناهم يمكن ان ينتشرون بشكل موجة في الفضاء سميناها موجة كهرومغناطيسية من خلال المحاضر الاولى معلومة مهمة اصل نشوء الموجة الكهرومغناطيسية شلون نشأت اصلها اللي منتقل من المحاضرة الاولى وجاع المحاضرة فانا حيفهم رأسا ان انا رسمت شحنة وخليتها تتأرجح وتتذبذب فصدرت عنها شنو موجة كهرومغناطيسية اذا ان اصل نشوء الموجة الكهرومغناطيسية هي الشحنات الكهربائية المتذبذبة شحنة كهربائية تتذبذب وتتعجل وتتأرجح فتنتج موجة كهرومغناطيسية اذا ينتج عن هذا التذبذب او التأرجح مجالين كهربائي ومغناطيسي متغيرين مع الزمن متلازمين متعامدين هاي نفسها لو كان هذا سلك قنة وبيه شحنة تتأرجح او تتذبذب فينتج عنها مجالين كهربائي ومغناطيسي نسميهم موجة كهرومغناطيسي طبعا تنتشر بالفراغ بسرعة الضوء ثلاثة في عشر استثماني هاي سرعة ثابتة بالفراغ نستمر هاي كلها هتطلع بعدها اسئلة وجد العالم ماكسويل ان المجال المغناطيسي لا ينشأ فقط عن تيار توصيل معلومة حلوة قال لا خاف عبالكم المجال المغناطيسي هس احنا معدنا هاي بطارية وديمر بيها تيار كهربائي ايه طبعا هذا الكلام اللي يذكر بالفصل الثاني انه العالم اورستيت قال التيار كهربائي يولد حوله مجال مغناطيسي وهما عدة علامة يشتركنهم هذا الكلام فهذا التيار اللي يقدامكم اسمه تيار توصيل توصيل كهربائي اما هذا اللي يتولد حوله اسمه مجال مغناطيسي ماكسويل شي يقول يقول ان المجال المغناطيسي لا ينشأ فقط عن تيار التوصيل مين شئ بس حول هذي ها يعني هدوين بعد حضيفين معلومة اخرى قال نعم راح اضيف لكم معلومة اخرى قلنا لشين هي طلب حتى وضح لكم هاي المعلومة اه حاجيب متسعة متسعة اعطي صفحتين متوازيتين حتى وضح لكم حربطها الى تيار متناوب مو مستمر انتبوه زيان هذا التيار متناوب حيخليها تنشحن وتتفرغ تمام لانه هو تيار يتذبذب مر موجب سالب منها مر موجب سالب منها وهكذا مجال مغناطيسي ينبع من الموجب الى السالب تمام هذا المجال كهربائي ااسف خف قلت مغناطيسي هذا المجال كهربائي حيكون نركزوا على المعلومة المصدر اللي قدامكم مو مصدر مستمر يعني مو بطارية لو كانت بطارية لكان هذا المجال كهربائي ثابت بما انه مولد فرح تصير الشحنة تتذبذب بسبب المصدر المتناوب يعني هتروح وترجع تروح وترجع ما تثبت فرح يكون هذا المجال متغير بالنسبة لزمن حلو يا مجال الكهربائي ش راح يولد حوله؟ حيولد حوله خلي نرسمه هيج مجال مغناطيسي زين شارد اقولها الثاني المجال الكهربائي هذا اللي يتولد بين الصفيحتين المتسعة مجال شبيه متغير ماشي بكتاب هما رسمين متسعة بهذا الترتيب كلش عادي يعني رسمين صفائحة دائرية طبيعي جدا ورابطيها الى مصدر للتيار المتناوب زين ويتولد مجال الكهربائي ينبع من هذه الصفيحة الى هذه الصفيحة بس اكون معلومة لازم تركزون عليها ان المصدر هنان اليدي شحن المتسعة هو مصدر متناوب يعني مصدر متغير التردد يعني الكهربائي مرة تروح منا ومرة منا فهذا المجال ما راح يظل ثابت هذا المجال الكهربائي اللي قدامكم مستحيل راح يظل ثابت وانما مجال متغير بالنسبة لزمن اوكي ش راح يولد حوله بدوره؟ سيولد حوله مجال مغناطيسي حوله تماما ايضا متغير مع الزمن دعنا نقرأ المعلومة احتفظ وجد ماكسويل ان المجال المغناطيسي لا ينشأ فقط عن تيار التوصيل مو الا تيار يولد مجال مغناطيسي وانما يمكن ان ينشأ من مجال كهربائي متغير مع الزمن حلو فعلى سبيل المثال عند ربط صفيحتين متسعة عبر مصدر ذي فولتية متناوبة فان المجال الكهربائي اللي راح يتولد حيكون متغير مع الزمن تمام؟ سيولد تيار كهربائي سيولد تيار كهربائي هذا المجال الكهربائي راح يتولد هنا شبيه مجال متغير مجال متغير لكم علومة راح تستغربون اول مرة سمعوها انه سيتولد تيار في الفراغ تيار؟ تيار نعم في الفراغ هنا من الصفيحة هاي الى الصفيحة هاي اسمه تيار ازاحة يتولد تيار وهمي في الفراغ يسمى تيار الازاحة هذا شوية شوية اوضح لكم اياها مو قبل هذا تيار الازاحة اسمه اي ديسبلسمنت حرف دي من كلمة ديسبلسمنت اللي هي الازاحة ااسف يتولد تيار في الفراغ يسمى تيار الازاحة هذا التيار يتناسب طرديا مع المعدل الزمني المعدل الزمني للتغير في المجال الكهربائي هذا المجال الكهربائي متغير شون عرفنا و المصدر هنا مصدر للتيار المتناوب فبما انه ما يمطي تيار ثابت ولا يشحن متسع باتجاه واحد و انما شحن وتفريغ فهنا المجال الكهربائي رح يكون مجال كهربائي متغير مجال كهربائي متغير بالنسبة للزمن هذا المجال الكهربائي ما سيولد هاي الازاحة اي ديسبلسمنت تيار وهمي لا يرى بالعين وهو في الفراغ ينتشر بالفراغ تيار ضعيف هذا بدوره يولد مجالاً مغناطيسياً متغير مع الزمن أيضاً إذن اكتشف أورستت العفو ماكسويل قلوا لها الكليشة مهمة قال أن المجال المغناطيسي لا ينشأ فقط عن تيار التوصيل الاعتيادي موسيقى التيارات العادية التي تجي من البطارية وإنما يمكن أن ينشأ من مجال كهربائي متغير شلون؟ قال إذا ربطنا متسعة إلى مصدر ذي فولتية متناوبة AC طلابنا مكتوب لكم AC بالرسم يعني Alternating Current تيار متناوب فأن المجال الكهربائي اللي راح يتولد بين الصفحتين حيكون متغير مع الزمن شي يولد بدوره؟ يولد تيار كهربائي التيار الكهربائي بدوره شي راح يسوي حيولد مجال مغناطيسي شوفوا والذي بدوره يولد مجالاً مغناطيسياً متغيراً مع الزمن وعمودياً عليه سمي هذا التيار اللي يجب نطارية هسه بتيار الإزاحة I sub D D من كلمة Displacement Current زين أي أن تيار الإزاحة يتناسب وهي المعدل الزمني للتغير في المجال الكهربائي شلون صارت القصة واحدة واحدة؟ القصة هي هذه المصدر المتناوب المصدر المتناوب شبيه؟ وولد بين صفحتين متسعة مجال كهربائي متغير مع الزمن زين هذا الأفنديش ولد بالفراغ وبالفضاء ولد تياراً يسمى بتيار الإزاحة هذا بدوره يش ولد؟ ولد مجالاً مغناطيسياً متغير بالنسبة للزمن تمام؟ تمام؟ لو نيجي على هذا هذا منه أصلي؟ أصلي هذا إذن تيار الإزاحة تعريفة مهم طلابنا عافية كل شي مهم هنا نقلناها على شكل كليشة أي أن تيار الإزاحة يتناسب مع المعدل الزمني للتغير في المجال الكهربائي زين هاي منها اللي هنا تلغول إياها هاي كلام يعني جاين بالرسم متداخل مع الشرح بس هاي تلغوها تمام؟ نكمل ومنها فإن I sub D خاط ما تبهين عدكم I sub D يعني تيار الإزاحة شبيه؟ يتناسب طردياً مع المعدل الزمني للتغير في المجال الكهربائي هاي مهمة وهو يعتبر نفس التعريف وأن تيار الإزاحة اللي دي نحكي عنه يرافق الموجة الكهربائي المغناطيسية المنتشرة في الفراغ بس أكملكم هاي الكليشة وأن تيار الإزاحة يرافق الموجة الكهربائي المغناطيسية المنتشرة في الفراغ هنا أنا صاير الرسم بفوق الشرح في الفراغ تكتبوها بخلاف هذا كلها شرح بعدين راح يتحول إلى أسئلة هذا شرح الكتاب بخلاف تيار هاي كلها واخروها هاي تكملة بخلاف تيار التوصيل الذي ينتقل خلال الموصل فقط أعيدلكم ياها على شكل شرح هنا أكو شنو تيار إزاحة لأن هذا تيار الإزاحة شي سوي هاي الموجة الكهربائي المغناطيسية بعدين راح تنتشر تمام هو راح يكون مرافق لهاي الموجة بس احنا ما نشوفه إذن تيار الإزاحة تيار الإزاحة الوهمي الجديد اللي هو I sub D شبيه يرافق الموجة الكهربائي المغناطيسية المنتشرة في الفراغ حلو راح يرافق هاي ضروية هوية زيلا بخلاف منه بخلاف هام وإحنا معدن البطارية هم تولد تيار موجة بسالم تيار هذا ما لا تيار هذا اسمه تيار التوصيل الاعتيادي هذا اسمه تيار التوصيل الاعتيادي لأن تيار الإزاحة يكون بخلاف تيار التوصيل الاعتيادي شون يكون بخلافه هام وهذا تيار التوصيل الاعتيادي شبيه الذي ينتقل خلال الموصل فقط وهذا يظل بس لازقوية الموصل منه أما تيار الإزاحش به يرافق الموجة الكهرومغناطسية اللي راح تنتشر بالفراغ اللي رسمناها بالمحاضرة جيد نجي هسا نخلص إلى المعلومات الآتية اللي راح تشان كله شرح بسم الله ما هو استنتاج ماكسوي استنتج أن المجال هذا سؤال عادي لا تركزون عليه لا تركزوا لي عليه سؤال عادي إن المجالين الكهربائي والمغناطسي المتغيرين مع الزمن والمتلازمين يمكن أن ينتشران في الفضاء بشكل موجة كهرومغناطسي هذا سؤال تمام هذا سؤال ركز عليه شنو أصل نشوء الموجة الكهرومغناطسية قلنا جنوة ذبذبة أو تعرجح شحنة الشحنات الكهربائية المتذبذبة إذ ينتج عن هذا التذبذب مجالين كهربائي ومغناطسي متغيرين مع الزمن ومتعامدين مع بعضهما شوف هذا استنتاجات الأسئلة الشرح الآن في هذه الصفحة لدينا هذا السؤال مطلوب هذه صفحة ثلاثة صفحة أربعة بها مليئة بالأسئلة الوزارية هذا السؤال استنتاجي عادي ما هي سرعة انتشار الموجة الكهربائي والمغناطسية بالفراغ هي سرعة الضوء تمام؟ شوفانا شكاتب لكم حتى بالمحاضرة الأولى قلتها جميع الموجات الكهربائي والمغناطسية وعلى اختلاف أصنافها تنتشر بسرعة واحدة في الفراغ وهي سرعة الضوء يابا ما قلنا لكم تيار الإزاحة هو آي صب دي طلاب عفيا هو يعني الكتاب ما كاتب عنه هواي فإحنا نتقيد بالكتاب لازم هو تيار يتناسب مع المعدل الزمني هو تيار يتناسب مع المعدل الزمني للتغير في المجال الكهربائي حلو دلتائي على دلتاتي تهي وبماذا يختلف عن تيار التوصيل العادي هذا السؤال الوزاري مكرر عدة مرات أقول له هو تيار يرافق الموجة الكهرومغناطيسية المنتشرة في الفضاء إذن هو تيار يتناسب مع المعدل الزمني للتغير في التيار أوكي ومو بس هاي ينتشر ويرافق الموجة الكهرومغناطيسية اللي رح تنتشر بالفضاء بخلاف تيار التوصيل الذي ينتقل خلال الموصل فقط وتصوروا من مكتوب لكم بماذا يختلف عن تيار التوصيل عادي الجواب هواي هو بس هذا ماشي السؤال 2015 هنا أنا هذا الشرحناه بالمحاضر الأولى قلنا ما هي أهم خصائص الموجات هاي كلش مهم كلش مهم نزيع السؤال من أسئلة الفصل وأيضا وزاري 2014 دور أول يقول لك لمن تنتشر الأشعة الكهرومغناطيسية طلاب عافية الكهرومغناطيسية اللي هي أسماء اسمها الموجات الكهرومغناطيسية اسمها الأشعة الكهرومغناطيسية اسمها الطيف الكهرومغناطيسي فكلها صح اسمها الترددات الكهرومغناطيسية اسمها الأطوال الموجية الكهرومغناطيسي ماشي لما تنتشر هذه الأشياء في الفضاء أو الأوساط المختلفة سواء ماء أو زجاج أو غيره شنو اللي يتذبذب هي من تنتشر شنو يتذبذب المكونين إليها الذكر هو من المكون إليها مجالات كهربائية ومخناطيسية فراح سنحن تقولون كلا مكلة كلا المجالين الكهربائي والمخناطيسي يتذبذبان بطور واحد يعني متفقين في الطور يعني متفقين بالحركة طبعا متعامدين مع بعضهما وعموديان على خط مسار الموجة أو خط انتشار الموجة تمام سؤال استنتاجي على ما يعتمد تيار لزاحة قلنا من خلال التعريف على المعدل الزمني ما الفرق بين تيار لزاحة وتيار التوصيل هاي أسئلة استنتاجية هذا يرافق هداكلا ينتشر يعني يكون بس بتيار التوصيل العفو في الأسلاك الموصلة بها زين صفحة خمسة أيضا بها أسئلة وزارية على نفس الشرح التي نحكي به لحد الآن موضوع واحد اللي تشوفوه مكتوبه شي يعني هذا بعنوان زين هل أن المجال المغناطيسي ينشأ فقط عن تيار التوصيل الاعتيادي لا مو قلنا لا كلا وإنما يمكن أن ينشأ من مجال الكهربائي المتغيير مع زمن هذا سؤال استنتاجي يعني مو وزاري هذا مهم ماذا يحصل عند ربط صفحتي متسعة عبر مصدر للفولتية المتنوقع يا رب تركزون على هالفقرة هذا السؤال تدرون موجود؟ موجود بالفصل الثالث جواب هناك يختلف عن جواب هنا فهذا مو وزاري هذا استنتاجي يعني غضوا النظر عنه حتى ما يصل خلط بينه وبين اللي موجود بالفصل الثالث سؤال في 15 دور ثاني وهو من أسلت الفصل طبعا وكلش مهم وكذا مرة جاي هل كل الأسلاك الموصلة أسلاك اللي بيها يعني توصل الكهرباء اللي بيها تيار راح تشع موجات كهرومغناطيسية معقولة؟ طلاب لا ليست كل الأسلاك التي ينساب فيها تيار تشع موجات كهرومغناطيسية ليش أستاذ؟ فقط اللي ينساب تلك الأسلاك اللي ينساب فيها تيار شنوعة؟ متناوب يعني إذا عندنا أسلاك ينساب فيها تيار مستمر آسفين حس أقول لكم ليش واشرح لكم القصة بالكامل هاي مو بطارية؟ أوكي مو راح ينساب بها تيار؟ طلاب مو هذا تيار مستمر لأن البطارية هي مصدر مستمر مصدر للتيار يهو المستمر فإذا ينشأ عنها شنو وينشأ عنها؟ يعني راح ينساب تيار أوكي هذا التيار راح ينساب ويا شنو؟ مجال كهربائي لكن المجال الكهربائي ليس متغير هذا لأن تيار مستمر فمجاله مستمر أما التيار المتناوب ش راح يمر بدائرته؟ راح يمر بدائرته تيار كهربائي متغير مع الزمن هايخلوه ببالكم التيار المتناوب بيش مشهور بأنه تيار متغير وبالتالي يكون مجاله الكهربائي متغير بالنسبة للزمن ها ووفقا للعالم ماكسويل ش راح يتولد من هذي؟ تيار إزاحة وبعدين تيار إزاحة شي يولد مجال مغناطيسي متغير بالنسبة للزمن إذن السؤال والجوار هذا السؤال كل مرة يجيبوا لتطبيق كل مرة طبعا الحياة لا يشتركون معنا في هذا الفصل اطلاقا هل كل الأسلاق الموصلة اللي بيها تيار راح تشيع موجات؟ لا موجات كهربائي ناطيسي يعني؟ أقول لك ألا فقط التي تحمل تيارا مترددا تيار متردد يعني متغير هي التي تشع موجات كهربائي ناطيسي وذلك لأن حركة الشحنات في التيار المتردد يعني في حالة التيار المتردد ش حتكون حركة الشحنات متذبذبة تتحرك بتعجيل تباطئي وتارة وتسارعي تارة أخرى لأن تيار متنابش يسوي بالشحنة هي تشيو سوي بيه يوديه ويجيبه يعني معناها هتكون حركتها متغيرة فيكون مجالها الكهرباء المغناطيسي متغيرين فهذا ما يسمى بالموجة الكهرباء مغناطيسية وضح بمثال هذا سؤال استنتاجي كيفية توليد مجال مغناطيسي متغير هذا السؤال عادي لحد يقرأه مشار تقرؤ فقط اللي مكتوب عليها وزاري هي اللي تكون كلش مهمة واللي ثابتة واللي كل مرة تجيين في اسماني درس القادم راح نعلمكم شلون تتولد الموجات الكهرباء مغناطيسية ومن اللي ساهم في توليدها ايضا تمام تحياتنا لكم